بيقين أن هذا العيد سيمر علينا وسيأتينا في ظروف صعبة لا يمكن إنكارها ولكن لله في أمره شؤون العبد بالتفكير والله بالتدريب ربنا عز وجل يبتلين بما يشاء لا بما نشاء ويبتلين كيفما شاء لا كيفما نشاء ويبتلين متى شاء لا متى نشاء هي قواعد ذهبية في حسن التناغم والانسجام مع القضاء والقدر ربنا يبتلين بما يشاء لا بما نشاء لا يملك أحدنا سلطة أو حقا في الأمر بل الله عز وجل هو الذي قال في سورة الملك الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل إذن ربنا عز وجل يبتلين بما يشاء لا بما نشاء ربنا يبتلين كيفما شاء لا كيفما نشاء وربنا يبتلين متى شاء لا نختار الوقت لو قال الأمر إلينا لقلنا أن المواسم هذه الأعياد تمر علينا بيسر وبسلام وبأمان ولكن مرحبا بقضاء الله وقدره ربنا يجربنا ويبتلين متى شاء لا متى نشاء يضروف صعبة نمر بها في هذه الشهور ولكن بقدر الصبر يكون الأجر الله سبحان الله تخيل يا أخي أحمد أن أهل الجنة يوم القيامة تقول لهم الملائكة تهنئهم بما ورد في سورة الرعد في الآية 24 ربنا يقول سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار الله هذه تهنئة ربانية تهنئة ملائكية لأهل الجنة ووجه الاستحقاق بسبب الصبر سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار هذه التهنئة في الآخرة نعم وتهنئة الدنيا نقرأها في سورة الزمر في الآية العاشرة حيث يقول ربنا عز وجل إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حسار هذه التهنئة تعطين قوة وأملا تزرع في قلوبنا الأمل إذ بقدر الصبر يكون الأجر